المساعدات تأتي إلى قطع غزة وأولوياتنا الكبرى هي إدخال الماء والدواء ومستلزمات مواجهة التقس البارد شاركت في قافلة مساعدات إلى شمال غزة يوم الأحد الماضي وكانت تحمل أدوية ومستلزمات طبية لحالات الطوارئ الناس هنا يبيتون في العراء هناك حوالى مليون ونصف المليون شخص أصبحوا بلا مأوى رسالتنا إلى مجلس الأمن هي أنه من المهم وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية وثانيا ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في قطع غزة